أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش منجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرس على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظمة متكاملة تهدف لتطوير النطاق العمراني والتاريخي لمنطقة القاهرة التاريخية بما في ذلك الارتقاء العمرانية بالمناطق السكنية المحيطة وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين المعنيين اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة عالية لجميع المواطنين شدد الرئيس التنسي قيس سعيد على أهمية وحدة الدولة وضرورة تناسق عمل كل مؤسستها مؤكدا أن أزمة الخبز المفتعلة لا يجب أن تتكرر يأتي ذلك فيما أشار الرئيس التنسي خلال اللقاء مع عدد من المسؤولين إلى سعي البعض إلى التخطيط لاختلاق أزمات أخرى في البلاد بشأن عدد من المواد الأساسية لفتا إلى أن الدولة التنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين للسلع أعلن رئيس بلدية موسكو أن نظم الدفاع الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة دون وقوع أضرار كبيرة جاء ذلك بعد وقت قصير من أعلان وزارة الدفاع الروسية رصد وتدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورد جنوب غربي البلاد كما أعلنت الدفاع الروسية إحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية في البحر الأسود باستخدام زورق بحري مسير مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى أي من السفن أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي تسلم بلاده منظمتي دفاع جوية من تراز عيرستي قادمة من ألمانيا وفي كلمة له أشار زلنيسكي إلى قوة هذه المنظمة مؤكدا حاجة كييف الشديدة لمثل هذه الأسلحة خلال الفترة الرهنة قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وفقت على إرسال طائراتنا مقاطلة من تراز F-16 من هولندا ودنمارك إلى أوكرانيا وأضف المسؤول الأمريكي أن واشنطن منحت أمستردام وكوبنهاجن تأكيدات رسمية بتسريع إجراءتها للموافقة على طلبات نقل هذه الطائرات إلى كييف فور اكتمال تدريب الطائرين الأوكرانيين على قيادتها أفادت وسائل وإعلام بورود تقديرات لاستخبارات الكورية الجنوبية تفيد باستعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابرا للقارات تزمنا مع انعقاد قمة ثلاثية تجمع رؤساء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأشارت وكالة يونيهاب الكورية الجنوبية إلى أن التجربة الصاروخية يمكن أن تكون جزءا من سلسلة استفزازات عسكرية قد تقدم عليها بيونج يونج احتجاجا على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية والتي تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر